اشتركوا في القناة والحديث التي تكلمت عن حروب آخر الزمان اللي الإمام المهدي هيخضها اتكلمت بدقة عن هذه الحروب وبترتيب واضح جدا لهذه الحروب بعد باعة الإمام المهدي سيصبح الإمام المهدي أمر واقع وللمسلمين قوة وللمسلمين شوكة ويبدأ المهدي في الحروب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رواية تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله الملاحظ في هذا الحديث إن أول حرب هيخضها الإمام المهدي فتح جزيرة العرب ثم بعد ذلك غزو الفرس ثم بعد ذلك الروم ومن بعد الروم الدجال والسؤال أين ذكر أمريكا من هذا الأمر هل نستطيع أن نصف غزو الروم هنا اللي هو فتح أوروبا وآمريكا علامات استفهام واختلاف كبير ما بين المفسرين لهذا الأمر لأن باختصار لم يكن وقت نزول أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث ما كانش فيه حاجة اسمها أمريكا فهل نقدر نقول إن المقصود بفتح الروم أوروبا وآمريكا في الحقيقة اللي بيتابع الأحداث اللي بتحصل في هذه الأيام في أمريكا وما يحدث لها من آيات كونية كبرى وما جاء في كتب أهل الكتاب في التوراة في نبوآت التوراة ونبوآت الإنجيل عن نهاية دولة كبيرة هي محور الشر والشرور وكما سميت وأطلق عليها في الروايات الزانية الكبرى وما جاء فيه النبوآت عن أن هذه الإمبراطورية الكبرى في آخر الزمان ستهلك بآية كونية ورجح الباحثين ومن تصدى لتفسير هذا الأمر أنه نجم الآيات الذي أخبرت عنه كافة الشرائع والكتب المقدسة أنه سيضرب أمريكا وستكون النهاية نهاية أمريكا عاد الثانية بآية كونية إذن الشيء اللي إحنا نقدر نستنتجه إن هالاك أمريكا لن يكون بسبب حروب أو بحرب وأن ظهور الإمام المهدي وخوضه للمعارك الكتير اللي هو هيخضها لن تكون من بينها حرب مع أمريكا لأن بمنتهى البساطة هتكون أمريكا قد هلكت في ذلك الوقت ولو نظرنا لكلام الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هنلاقي إن هو تكلم عن هلاك أمريكا في آخر الزمان بالرغم إن ما كانش في وقتها حاجة اسمها أمريكا والسؤال من أين أتى الإمام علي بمثل هذه الأخبار إن لم يكن سمعها من سيده وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده سؤال مطروح يجب إن إحنا نفكر فيه كلام موجود من أكتر من ألف سنة من أين جيئ بهذا الكلام قبل وجود الولايات المتحدة الأمريكية تقول النبوء يظهر بلال من تحنف في نجوم خمسين خمسين نجمة ليست في السماء اوعوا تفتكروا إن دي نجوم في السماء إنما هي بالأرض العظيمة ولكن النجمة بني إسرائيل المرسومة في خطوط الدرع تبلعهم جميعا زمان وعد الآخرة لهم يعني النبوء دي بدقة بتتكلم عن أيام آخر الزمان والنجمة بتاعة بني إسرائيل اللي هي دولة اليهود هتسيطر وهتبلع الخمسين نجمة وهو ما يحدث الآن من الهيمنة الإسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية الذي يسوؤون فيه الوجوه كل العرب إزلال آمريكا للعرب شيء لا يحتاج إلى إثبات وتبكي أمة خالفت رسولها وأطفأت بيدها مصباحها ابتعاد الأمة عن الدين كما أخبرت النبوءة ويدخل تدجيلا ويزين القواطع الخمسين بظهرة الحياة الدنيا ويربط المدائن الخمسين بحبل بني إسرائيل الآتي من جبل صهيون الاتصال الشديد الوثيق ما بين أمريكا وإسرائيل وإيه الناس المغيبة تسأل تقول اشمعنا دايما في كل القضايا العربية إن أمريكا بتدافع عن إسرائيل ليه هي بتتحيز لإسرائيل ومش بتتحيز لنا والسؤال سؤال سازج وسؤال لا موضع له من الإعراب والإجابة واضحة جدا إنهما اتحدوا على كره الإسلام والمسلمين يبقى كما قلنا يربط المدائن الخمسين بحبل بني إسرائيل الآتي من جبل صهيون يبغي الفساد في الأرض وعلو للظالمين يسمونها بلاد الآمارك سبحان الله الآمارك طبعا ما كانش ساعتها موجود بأي بلد اسمها الآمارك اللي هي أمريك يكون قائدهم من بني إسحاق ومن بني إسرائيل وعايز أعمل حلقة أتكلم عن كيف يعين الرئيس لأمريكا إزاي بيعينه الرئيس في أمريكا وتلاقي معلومات غريبة جدا وخطيرة جدا في كيفية اختيار الرئيس اوعى تصدق أن فيه انتخابات وفيه ديمقراطية وفيه الكلام ده كله ده بيبقى ناس معينين من أسرة أسرة واحدة وبيتم الاختيار على أساس ماسوني بحت نرجع للنبوءة يكون قائدهم من بني إسحاق وبني إسرائيل يجمع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم بدعوتهم وتتم بلاد الآمارك الفتنة بعدما نشرت النعمة عليهم جناح قرامتها الخيرات والأموال والاقتصاد كل في إيد أمريكا وأسالت لهم الدنيا جداول نعمتها وأرتع إبليس في مدائنها وأزقتها طبعا أمريكا قلعة الكفر وشعب شعابها وهتك أعراضها ويظهر عندهم دين إبليس مين اللي أخبر الإمام علي ربا الله عنه بذلك الأمر إيه هو دين إبليس اللي النبوءة بتتكلم عنه لاحظ اللي يتتبع العشرين تلاتين سنة الأخارة تلاقي إن في محاولتين الأمريكا عملتهم وكانت المحاولة الأولى تقريبا أنا مش متذكر التاريخ بالضبط إمتى في نهايات التسعينيات أو بدايات سنة 2000 الفرقان الحق كتاب الفرقان الحق اللي أمريكا قالت والله إحنا هنوحد الديانات التلاتة وناخد أجزاء من التوراة وأجزاء من الإنجيل وأجزاء من الفرقان وهنعمل كتاب اسمه الفرقان الحق وهو في الحقيقة كان فرقان الباطل وهو ده دين إبليس اللي أخبر عنه الإمام علي في النبوء والمحاولة الثانية اللي هي لسه قريبة جدا جدا الدين الدين الإبراهيمي محاولة تجميع الشرائع والديانات الثلاثة في دين واحد اسمه الدين الإبراهيمي والله يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويظهر عندهم دين إبليس شهوات وغرور وصراب العطش ويصبحون في النعمة غارقين وفي خدرها فاكهين وبعلومهم فرحين سبحان الله تقدم آمريكا الذي أخبرت عنه النبوء منذ ما يزيد عن ألف سنة وقد تربعت الأمور لهم وآوتهم الحال إلى كنف غير غالب الدنيا فقط مطالب كل همهم الدنيا راغب لا ذاهب فهم حكام على أطراف الأرض يعني مسيطرين على الأرض كلها محدش يقدر يقطع بقرار إلا بهم يعرفون ما يجري ويعرفون ما يجري فيها من مصارات الأرض الطول والعرض وتكون لهم أعين تتلصص خلف السحاب أقمار الصناعية وأجهزة المحمول اللي دلوقتي بترأي بكل الناس وكل الناس يعني بدأوا يعرفوا هذه المعلومة طبعاً موضوع الأقمار الصناعية والكلام ده كله عايز حلقة من بابها طبعاً النبوءة طويلة أهم جزء في هذه النبوءة اللي هو بيأيد ما قلناه ويهد الله بلاد الأمريك الأمريك هداً وخسفاً وتأكل الأرض في جوفها وأمواجها بلاداً وشعوباً ودي إشارة غير مباشرة لنجم الآيات إلا ها يعمل مد وجزر وخصوفات وزلازل ورائن هذه المقدمات ويبقى منهم جديد وجديد وتضيع الإمبراطورية المزعومة هباء منصوراً بأمر الله إذن هلاك أمريكا بإذن الله قريب والناس تتكلم عن هذا الموضوع من باب الضعف والهزيمة النفسية إزاي أمريكا اللي هي مسيطرة على العالم هتهلك نقول لهم ارجعوا للقرآن وانظروا إلى هلاك عاد الأولى ومدام في عاد الله سماها الأولى فلا بد أن يكون هناك عاد الثانية وهي أمريكا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة والحديث بقية لسه مخلصناش الكلام عن أيام أمريكا الأخيرة بارك الله فيكم ونلقاكم إن شاء الله غدا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر